ما بين الاحتفال بانتصارات اكتوبر الخالدة وانجازات الحاضر المتجددة هنتكلم النهاردة عن انجازات وزارة السياحة والأثار في مجال ترميم الأثار وافتتاح المشروعات الجديدة ضفنا اللي منورنا اللي حتكلمنا اكتر عن هذه الانجازات هو الدكتور باسم ابراهيم مدير عام ادارة التطوير الخاصة بالخدمات والمواقع الاثرية والمتاحف برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير اهلا بحضرتك صباح النور يا فندي خلينا نبدأ نتكلم عن المشروعات الجديدة اللي بتقوم بتطويرها او بافتتاحها وزارة السياحة والأثار اه في الحقيقة لما بنيجي نتكلم على الموضوع التطوير اه وزارة السياحة والأثار عندها خطة بتشمل حوالي 157 موقع اثري ومتحف مفتوحين للزيارة اه اه 75 موقع اثار مصرية اه 35 موقع اثار اسلامية 31 مدحف بالاضافة الى مواقع الطراث العالمي الست ايه هذا بالاضافة الى دي المفتوحة للزيارة حاليا بالاضافة الى مشروعات الافتتاح الوشيك زي المدحف اليوناني الروماني المدحف العاصمة الادارية المدحف المصري الكبير فالوزارة بتضع خطة بالتوازي للعمل على هذه المواقع المفتوحة للزيارة بالاضافة الى المواقع اللي هي هتفتتح قريبا اه لما بليجي نتكلم عن فكرة التطوير اه التطوير بصفة عامة اللي هو التجديد او تحديث ولكن فيما يخص المواقع التراثية والمواقع الأثارية الهدف بيختلف وطريقة التطوير بتختلف الهدف بيختلف لان الهدف عندي بيبقى في الاساس هو الحفاظ على الموقع الأثري من ناحية ومن ناحية تانية تحسين وتطوير خدمات الزائرين بالموقع والتركيز على تفسير الموقع وتقديمه للزائرين بهدف تحسين تجربتهم وزيادة الاعداد الزائرين وبالتالي زيادة العائد المادي لوزارة السياحة والأثار بصفة خاصة والدولة بصفة عامة كمان التطوير في الموقع الأثري بيختلف او في المتحف بيختلف عن التطوير في اي مكان اخر ما بيبقاش عندي حرية مطلقة في التطوير لان انا بيبقى عندي بطل الحكاية في الموضوع هو المتحف او الاثر او الموقع الاثري فالتطوير بيأخذ من البيئة الاثرية او البيئة المتحفية وبيتوافق معها يعني عملية التطوير لابد ان تتوافق مع البيئة الاثرية على سبيل المثال يعني في التطوير ما بيبقاش فيه لما بنعمل خدمات لازم تبقى الخدمات دي ما تبقاش قد ما تبقاش متنقضة مع الموقع الاثرية بتتماشى مع البيئة الاثرية وقت ده من روح المكان من روح المكان وبتراعي الهوية البصرية للمكان تطوير الموقع الاثرية برضو بيأخذ بعين الاعتبار البيئة الطبيعية يعني لما بنجي بنطور بنحاول نستخدم مواد صديقة للبيئة بنمشي بتوازي مع النظام الاخضر تقليل استخدام الورق تقليل استخدام البلاستيك استخدام الطاقة الشمسية استخدام الطاقة الكهربائية في خدمات الزائرين التطوير برضو بيأخذ بعين الاعتبار إتاحة الموقع لكافة فئات الزائرين من كافة الأعمار من كافة الجنسيات زاوي الهمم فبنضع في الاعتبار أن المتحف بيبقى متاح لزاوي الهمم بتبقى هناك وسائل تفسيرية خاصة بهم حسب النوع الاعافة يعني مثلا لو بنقدم فيلم بيبقى مترجم باللغة الإشارة بيبقى عندنا بروشور بطريقة برايل إلى آخر حقيقة الوزارة في الفترة الأخيرة بتسعى بخطة حثيسة نحو التطوير بشكل متوازي زي ما قلت لحضرتك سواء في المواقع المفتوحة للزيارة أو الافتتاحات وكان فيه طبعا مؤخرا من الافتتاحات اللي كانت في الشهر الماضي كان افتتاح موقع شجرة مريم موقع شجرة مريم ده موقع أثري ديني قبطي مهم جدا عند المصريين كلهم الحية وخصوصا أنه في منطقة عامرة بالسكان منطقة المطارية من المناطق اللي فيها كفافة سكانية عالية وفي نفس الوقت فيها بركة فخلينا نتكلم عن شجرة مريم شجرة مريم هي إحدى نقاط مصار العائلة المقدسة في مصر العائلة المقدسة دخلت مصر عن طريق سيناء بدءا من تل الفرمة ثم تل بسطة في الشرقية ثم كنيسة سخة في محافظة كفر الشيخ ثم واد النطرون حتى وصلوا إلى منطقة المطارية ونقاط العائلة المقدسة تشمل تقريبا خمسة وعشرين نقطة في منها مواقع أثرية مسجلة أثار وفي منها مواقع تراثية الوزارة بتأخذها جميعا بعين الاعتبار ضمن خطة تطوير المصار في مواقع كتير تم تطويرها زي طل بسطة بالشرقية كنيسة سخة كنيسة العدرة بجبل الطير بإلمينيا وكان مؤخرا عندنا شجرة مريم شجرة مريم بتوقع في المطارية زي ما حضرتك قلتي بالقرب من مسالة سنة سورة الأول منطقة ذات كثافة شعبية الروايات والمصادر بتروي أن سيدة العزراء والطفل المسيح استظلوا بهذه الشجرة خلال رحلتهم استمرت حوالي أربع سنوات في مصر استظلوا بهذه الشجرة وكان هناك بئر بجانب الشجرة شربت منه العزراء مريم والمسيح الطفل وإن هي السيدة العزراء نثرت من ماء البئر فظهر أو نبات نبات البلسم أو البلسان وهو نبات عطري بيستخدم فيه التقوص الكنسية الدينية على مر العصور زرها كثير من الشخصيات الهامة منها وجيني ملكة إمبراطورة فرنسا وفي فترة الحملة الفرنسية كان الجنود الفرنسيين بيذهبوا إلى الشجرة التي تبرك بيها حتى أنهم نحتوا أسماءهم بأسنة سيوفهم على فروع الشجرة وهي باقية حتى الآن تطوير بقى في المنطقة عملية التطوير أرجع لحضرتك ونتكلم عن أسس التطوير يعني التطوير بتبقى فيه عندي تطوير الطرق المؤدية تطوير البنية التحتية للموقع يعني أعمال ترميم الشجرة مثلا على سبيل المثال تم ترميمها وتدعمها البير كذلك خضع لأعمال الصيانة والترميم والتنظيف تم عمل مصار زيارة تم تجهيز كل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية اللي بتفسر الموقع خدمات محورية زي كافيتريا وبزار طبعا تم تجهيز الموقع لاستقبال زو الهمم من خلال المصارات الخاصة كذلك تم عمل مركز للزائرين فيزتور سنتر بيشرح تاريخ مصار العائلة المقدسة بشفة عامة وتاريخ شجرة مريم بصفة خاصة من خلال خريطة مضح عليها المصار ومجموعة صور أرشيفية بتحكي مصار العائلة المقدسة هذا فضلا عن قاعة للمحضرات بيعرض فيها أفلام وثائقية من ضمنها فيلم للعائلة المقدسة من إعداد وزارة السياحة والأثار الفيلم ده باللغة العربية وسبتايتلد باللغة الإنجليزية ومزود بلغة الإشار طبعاً شجرة مريم أنا عايز أقول لحضرتك يعني أصدقائنا من كل العالم كانوا مترقبين لهذا على المستوى يعني المعارف والشخصي يعني والحمد 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 من أول تم الافتتاح في توافض لأعداد الزهارين على زيارة الموقع وده مهم كمان من اتفضل حضرتك عايز أرجع لنقطة حضرتك قلتيلي المنطقة يعني إحنا منطقة كثيفة السكان وكده إحنا دايماً وإحنا بنشتغل في التطوير ما بنعملش بمعزل عن المنطقة المحيطة أو المجتمع المدني المحيط لأن من أهداف التطوير برضو النهوض وتنمية أهالي المنطقة يعني وإحنا بنعمل تطوير للمنطقة المحيطة وإحنا بنعمل بنجهز الشوارع بالتعاون مع المحافظة وبنعمل عملية تجديدات لوجهات المنازل وبنحجز شارع عشان يبقى باركنج لقينا ترحيب ومساعدة من أهالي المنطقة عندهم وعي بأهمية المكان وبأهمية الأثر اللي جنبهم أو اللي في المنطقة بتاعتهم فعايزين يزودوا وينعيشوا حركة السياحة في المنطقة بالضبط وده مهم وشجرة مريم بالأخص يعني أنا عايزة أقول لحضراتك في مسجد مجاور للموقع اسمه مسجد شجرة مريم أيوه الناس يعني 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 ما تسألي حد سأقول لحضراتك عند شجرة مريم أنا بقول لحضراتك المنطقة فيها بركة الحقيقة يعني سواء بالمسجد أو بالشجرة بالضبط بالضبط خلينا كمان حضراتك بتقول أن الأصدقاء الشخصيين والمعارف على طول كانوا مهتمين بإمتى حيتم افتتاح هذا الموقع العالم كله دلوقتي بيتساءل إمتى حيتم افتتاح المتحف المصري الكبير تمام الافتتاح المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير هو متحف المصري الكبير مش هو على قائمة الفتتاح الواشيكة هنا طبعا ماتحف اليوناني الروماني في اسكندرية في متحف العواصم بالعاصمة الإدارية المتحف المصري الكبير هو العمل فيه على قدم وثاق من أجل إعداد سيناريو عرض متحفي على مستوى عالمي ieties أحدث الأفكار والتقنيات في الوسائل العرض المتحف الحديث فهو إن شاء الله في القريب القريب بس مش عاجل عندنا في العاجل افتتاحات أخرى إن شاء الله إنجازات وزارة السياحة والأثار تبقى كتير وكلنا منتظرينها علشان المصريين قبل الأجانب يستمتعوا بهذه المواقع الأثرية الخالدة إحنا بنشكر ضفنا اللي كان منورنا الدكتور باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات والمواقع الأثرية والمتح بنشكر حضرتك نورتنا وأسعى تنا أهلا بحضرك يا فندم شكرا بكده خلصت مع حضرتكم فقرات حلقتنا النهاردة من مصر جميلة يارب تكونوا استفدتوا وكل سنة وحضرتكم طيبين استنونا بكرة فريق عمل جديد معانكم كل يوم مصر جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا